موسم الخريف وارتفاع سقف المخاوف لدى السكان من تداعيات الأمطار وزير المياه والصرف الصحي السيد اسماعيل العبد الفتاح يتفقد وضع تشبكة الصرف الصحي في الأحياء الأكثر عرضة لمياه الفيضانات في مدينة ألق في هذه الأثناء اطلع الوزير بحضور السلطات الإدارية على المخطط العام للمدينة وأبرز الأماكن المتضررة وطبيعة الجهود المتخذة في هذا السياق من طرف المصالح الفنية التابعة للمكتب الوطني للصرف الصحي تعليمات انعطات من عند رئيس الجمهورية عن الجيش اللي هي الجاني ميليتير الهندسة العسكرية تدخل هنا كانت حلو مشاكل الصرف الصحي إن شاء الله دور تجيب العجلة اليوم والصبح دور إن شاء الله يجوه هنا تيانبت لي لوامر اللي يعطموا اللي في كي هيدي ودور هذا إن شاء الله كامل يعدل في سرع وقت وإياك الساكنة هون تطمئين عن الرئيس وعن الآلية كاملة الدولة كاملة متابعة قضايا وعن ما مبقوا له شيء ودور إن شاء الله وأنا شخصيا متابع ذلك إلي أن يعدل في سرع وقت موك وداخل مقر ولاية البراكنة عقد وزير المياه والصرف الصحي اجتماعا موسعا ضم إلى جانب السلطات الإدارية عددا من المنتخبين في الولاية تم خلاله بحث ومناقشة أنجع السبل الكفيلة بتدليل كل العقبات ذات الصلة بصرف مياه الأمطار وهنا أكد الوزير على ضرورة العمل الجاد مبرزا أن القطاع يضع كافة إمكاناته ووسائله تحت تصرف المصالح المختصة من أجل مواكبة خريف هذا العام ووضع المواطنين في غروف ملائمة خاصة في المدن التي تتأثر بالفيضانات خلال مرسم الأمطار عبد الهدود لسدنة الموريتانية مدينة ألاك